أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التوصل إلى حل لتقليل نزوح المهاجرين إلى أوروبا وخلال مؤتمرا صحفي المشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك شدد رئيس السيسي على التزام مصر وحرصها على ألا تكون معبران الهجرة غير شرعية إلى أوروبا مصر بتصطديف وعنا بقول أنا بتصطديف عشان دي نقطة مهمة أوي وما احنا بنذكرش أبدا كلمة لاجئة عندنا في مصر احنا مصر بتصطديف ستة مليون وقد يزيد دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد بيقشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو تبقى للواقع الصعب اللي هم جئين منه في بلدهم يعني اللي بتعاني من شيء من الاضطراب وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق أوي مهمة أوي أن احنا أولا القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهمة أوي أن احنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة وصولا استقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على أن هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع أن تسيطر على حدودها البحرية والبرية ولا تشكل معبر الأوروبا وأيضا تبقى سبب في استقرار هذا الأمر ده نقطة نقطة تانية تحسن فيها أن أهمية أن مهمة أو أن احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس أو المواطنين من إفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل أفضل وحياة أفضل وده من إيجاد من خلال أن احنا نوجد فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية وده حيساعد بشكل كبير جدا في حل هذه المسألة